افتتاحية اليوم بالحديث عن تعرض البيتكوين إلى أكبر اختبار منذ تأسيسها قبل 12 عاماً فبعد أن اعتمدتها السلفادور عملة رسمية ودخل القرار حيز التنفيذ أمس واجهت العملة المشفرة يوماً محفوفاً بالعرقيل التقنية مضطرة بالحكومة السلفادورية إلى فصل المحفظة المشفرة المستخدمة في وقت مبكر يوم الثلاثاء لحل هذه الثغرات التقنية ولإجراء اختبارات تؤكد خلوة العمليات والمحفظة الرقمية المعروفة باسم الشيفو خلوها من المشاكل التقنية لإيطاحة تحميلها من قبل المستخدمين في وقت لاحق من اليوم هذه العرقيل دفعت بأسعار البيتكوين للتراجع بـ 17 فيئة المآلة أدنى مستويات لها في شهر ولكن وجدت الحكومة السلفادورية في ذلك فرصة للشراء عند المستويات المتدنية فأضافت 150 وحدة بيتكوين إلى محفظة الحكومة ليصبح الإجمالي 550 وحدة بيتكوين لديها وذلك بحسب تغريدة لرئيس الحكومة نجيب بوكالي ولكن كما عودتنا البيتكوين في السابق بعد التراجعات الحادة سرعان ما تلتقط أنفاسها وتعود للارتفاع الأمور لم تكن أفضل حالا في الأسواق الأمريكية فمخاوف تباطئ النمو أثقلت معنويات المستثمرين خصوصا بعد تخفيض توقعات النمو للاقتصاد الأمريكي ولكن رغم هذه التوقعات إلا أن جيمز بولرد قال في حديثا لصحيفة الفينانشل تايمز أنه يجب على الفيدرالي الأمريكي أن ينضي قدما بتقليص تحفيز أو شراء الأصول طبعا جيمز بولرد هو رئيس الفيدرالي في دالس تاكسس ولكن الأسواق الأمريكية يوم أمس شهدت تراجعات لسيمة الدو جونز والأس ان بي فيما كانت الأسهم التكنولوجية تلعب دور الدفاع عن السوق فدفعت أسهم نتفليكس أمازون وأبل بالنازدك إلى الارتفاع أما الأسواق الأوروبية فكانت تحاول استيعاب المخاوف من أن يتم الاتفاق على تقليص الدعم النقدي في وقت لاحق هذا الأسبوع في اجتماع المركزي الأوروبي المرتقب في التاسع من سبتمبر وفي بريطانيا يبدو أن بوريس جونسون لا يهدأ في الشهور القادمة مع فتح جبهة جديدة في البرلمان هذه المرة سيكون عليه مواجهة التوريز المحافظين والعمال الليبراليين بعد أن أعلن أمس أن المتقاعدين ستنالهم الزيادة الضريبية السنوية المقترحة بقيمة 12 مليار جنيه استرليني والهادفة لتمويل إصلاحات في نظام الرعاية الصحية والاجتماعية الوطنية وهو ما كان قد تعهد في حملته الانتخابية بتجنبه مقترح حزمة الضرائب هذا على موعد اليوم الأربعاء مع تصويت في مجلس العموم في بريطانيا أسيوياً لا يزال النجم الياباني يصطع في الأسواق الاقتصاد الياباني حقق نمواً فصلياً فاق التوقعات وعلى جبهة الأسواق النيكي والتوبيكس على مكاسب مستمرة والتوبيكس الأوسع نطاقاً في ضم أسهم من قطاعات مختلفة يسجل قمماً جديدة في كل من الجلسات الأربع الأخيرة ومن الأسواق إلى أفغانستان حيث تم تشكيل حكومة برئاسة الملة محمد حسن بعد سبعة أيام من مغادرة آخر جندي أمريكي للبلاد فيما يبقى الملة عبدالغني برادار أكثر شخصية من طالبان معروفة للعالم الغربي والذي سيكون أمامه مهمة صعبة في إقناع المجتمع الدولي أن طالبان الآن تختلف عن طالبان الماضي في مسعى من الحركة للحصول على دعم مالي ودولي للوصول إلى أصول البنك المركزي والتي تقدر بالمليارات والمحجوزة في الولايات المتحدة